تلقى منتج الدواج قرار رئيس الوزراء الخاص بالغاء الرسوم الجمركية على الواردات بغضب معتبرين انه سيترك اثرا مدمرا على الصناعة المحلية كما فعلت انفلوانزا تيور عام 2006 كما رأوا فيه ضربة قاضية لصناعة المحلية والعاملين فيها والذي يتراه حددهم بين 4 الى 5 ملايين شخص في الوقت نفسه التقى اليوم رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل وفدا من اتحاد منتج الدواج لبحث تداعيات القرار وتأثيراته على صناعة الدواج لمناقشة هذا الموضوع ينضم الينا في الاستوديو الدكتور عبدالتواب بركات الاستاذ بمركز البحوث الزراعي دكتور عبدالتواب بركات مصر لديها ازمة كبيرة في النقد الاجنبي والحديث كان قديما عن انه وصل حقاقة اكتفاءا ذاتيا فيما يخص الدواجن الان عندما يصدر رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل قرارا بهذا الشكل باعفاء واردات الدواجن من الرسوم الجمركية بنحو 30% لمدة 6 اشهر ما الذي سيحصل لصناعة الدواجن المصري لا شك انه خراب بيوت بالفعل لمنتج الدواجن خاصة صغار المنتجين ودول بيحققوا تقريبا 80% من انتاج الدواجن لمستهلك الدواجن هو المستهلك المصري بيهرب الى يعني الدجاج يعني هرب من ارتفاع اسعار اللحم التي تجوزت الميجيني فهو اولا خراب للمنتج وبالتالي سوف تتوقف يعني مئات الالاف من المزارع الدواجن الصغيرة وتخرج من الخدمة لنتيجة انخفاض السعر المحلي وهذا في الحقيقة هو اغراق للسوق المحلي واغراق للمنتج المحلي على حساب يعني المنتج الاوروبي والمنتج الامريكي واحنا شفنا هذا القرار الثاني لانه كان القرار الاول هو قرار وزير التموين السابق خالد حنفي لما تعمد استراض اوراك الدواجن رغم المحاذير الصحية عليها والاخلاقية عليها لصالح المستهلك المصري الفقير وقليل الحال طب انا اعلم انك كنت مستشار لوزير التموين في فترة سابقة السؤال الان عندما يتم يعني اذا كانت مصر لديها ازمة في الدولار وبالتالي الاستراض من الخارج فيه مشكلة وانت قلت ان هناك ثمانين بالمئة من احتياجات المواطن المصري تنتج بنا الداخل لمصلحة من هذا القرار الان من المستفيد المستفيد هم المستوردين فئة المستوردة القريبة من السلطة التي تتبرع ليه صندوق تحية مصر بخمسة مليار جنيه من اتحاد المستوردين خمسة مليار جنيه سنويا تأتي منين هذه المليارات من جيوب المستهلك المصري المواطن المصري الفقير في الحقيقة طيب الحديث حول الخسائر في هذا القطاع طبعا للامانة كان هناك لقاء ما بين وفد اتحاد منتجي الدواجين وبين رئيس الوزراء الشريف اسماعيل وحتى الان لم يظهر ما النتائج لكن ما ظهر هو ان رئيس الوزراء في الجريدة او الوقاعة المصرية اصدر هذا القرار سؤال الخسائر بالارقام في هذا القطاع كيف يمكن حصر الخسائر اذا نفذ هذا القرار الفجوة تقريبا 30% وده معناه انه مصر تستورد في الست شهور هذا الفرق اللي هو حتى النسبة اللي هي نسبة الجمارك 30% نحن نتكلم عن نصف مليار جنيه في ستة شهور لانه هذه الـ 30% الجمارك اللي سوف يتم إلغاءها كان بتدخل ليه الموازنة العامة للدولة تقريبا نصف مليار جنيه في ستة شهور اللي هي المدة اللي خرج بها القرار طيب دكتور يعني انت حدث عن دولة وحكومة ترفع الدعم عن المواطن المصري في بعض الأمور وأحيانا المواطن الآن يدفع السعر كيلو السكر بمبلغ وقدره وفي نفس الوقت تذهب إلى الدواجن وترفع أيضا الفوائد أو الضرائب أو رسوم الجمهورية عن المستوردين يعني كيف ترى هذه النقاط؟ أنا بقول لحضرتك أنه يعني 80 ألف طن بيتم استراضهم من الدواجن لفسد الفجوة التي تسببت فيها الحكومة لأنها أولا تحارب منتج الدواجن في صورة يعني احنا الشهر الماضي فقط وزارة الزراعة استورادت أمثال يعني فاسدة يعني أدت إلى يعني تحقيق مليارات من الخسائر على المنتج المصري قلت الحضرتك قبل ذلك وزير التموين المقال يعني سمح باستراض أوراك الدواجن أيضا وهذا فيه إخلال للصحة العامة وإهدارا للمنتج المصري وإغراق للسوق إذا كنا نتكلم عن حل حقيقي لهذه الأزمة إحنا عندنا احتكار للدورة الصفرة لصالح مستورد واحد بعينه مقرب من السلطة وتم تبرئته حتى من قضية أراضي قبل ذلك اللي هو رفعة الجميل وهو المتحكم الرئيسي في الاستراض الدورة الصفرة اللي هي بتشكل في الحقيقة 60% فقط من صناعة الدواجن في مصر إذا تم كسر هذه المشكلة كسر احتكار للدورة الصفرة اللي تباع في مصر بضعف سعرها نستطيع أن نقول أن هذا النظام يحاول حلوء يعني يحقق حلول حقيقية لحاجة زي الدواجن في مصر وهذا ما لم يحدث أنا أريد هنا أن أشير إلى مبادرة الدكتور باسم عودة ووزيرة أنه عمل اتفاقية بين اتحاد منتج الدواجن ووزارة الزراعة أن المزارع المصري ينتج الدورة الصفراء محليا وهذا فيه إغناء ومصلحة للمزارع المصري وأيضا مصلحة لصناعة الدواجن في مصر والأهم من ذلك إنتاج الزيوت التي تستولي عليها سنعود إلى هذه النقطة دكتور لكن دعني أذهب إلى القليل عبر الهاتف دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرفة التجارية دكتور عبد العزيز يعني من هذه النافذة وأنتم في شعبة الثروة الداجنة إذا نفذ هذا القرار ما هي أثار عليكم وعلى من أربع إلى خمس ملايين أسرة أهلا بك وأهلا بزيفك الكريم وأهلا بالسادة المشاهدين هو القضية عندي أنا أدعى من؟ هل أنا أدعى المنتج الدهائي أو أدعى مستلزمات الإنتاج التي نصفها من خلالها أن نقلل تكلفة الإنتاج وبالتالي يعود هذا الأمر على المواطن الفقير قلبا ده كل الهدف اللي احنا نسعى إليه ونتكلم عليه لقد أن احنا حينما نتحدث عن الصر والداجنة في مصر نتحدث أننا يتم إستراد 85% مسلزمات الإنتاج من الخارج ودي كلها الآن في ظن الظروف الحالية في ارتفاع سعر الصر ارتفعت الأفار ووصل سعر طن الضرة إلى 3350 الصوية 7300 هو ده اللي احنا نتحدث عنه إن إحنا إذن لم يتم تدعيم المرابي المصري تدعيما كاملا هيحدث عندي مشاكل كثيرة جدا وهيخرج الناس من المنظومة لا أنا مفروض أعضادهم مفروض أقوي مفروض إذنان عندي أدمر من أنا حقا 6% من الاجتفاء الذاتي وعندي 10% اللي هو بيمثاله 80 ألف طن اللي احنا نتكلم عليهم وبيتم استراضهم من الخارج لابد إن احنا ندعيم المنتج المصري من خلال إن أنا أرفع الجمارك على مسلزمات الانتاج وبالأخص فوز بفول الصوية أتكلم مع الجيلاتين أشيلهم ده اللي احنا بنتكلم عليه لكن احنا الجهات المعنية ما بتخدش بتعريفها جمهوركية فلذا ما كانش عندي مشكلة في الوقت الحالي قال أنا عندي مشكلة في مصر الحمد لله الوضع مستقر والصناعة مستقرة والسعر منخفض أيضا فإحنا من المفترض يتم الاستخدام الأمثل للمدالة التي تم تحصلها من هذه الأمور لتعضيض الصناعة والتقويتة على الأقل ودعم الفلاح المصري يكي يتم زراعة الضوء الصفر اللي وصل صعر جمهورت لحضرتك 3750 لو أنا زراعته في مصر هيبقى ب2300 إحنا تحدثت مرة واثنين وثلاثة مع الحكومة وإحنا كان فيه استجابة إن إحنا في هذا العام لابد أن يتم الزراعة 2 مليون فدات لو حدث هذا هيحدث هذا العام القادم الكفاءة ذاتي من ردر الصفر لكن النهاردة هيبدأ إزاي لازم أبدأ مع الفلاح أعبداده أقويه أدله بزر المنطقة أدله الكماوي كله وأتابعه ثم أأخذ منه دكور عبد العزيز يعني عذر على المقاطعة لكن سؤالي خلال الستة شهور قرار رئيس الوزارة شمالهم ستة شهور هل تستطيع الحكومة أن تضبط أن ما يدخل مصر خلال الستة شهور هم الثمانين ألف العجز أم أنه في هذا الوقت سوف تصبح هناك فوضى ويسقط المنتج المحلي وبالتالي تسقط هذه منظومة منظومة الثروة الداجنة الصناعة المصري لا أستاذ مصطفى بس بعد إذن حضرتك إحنا النهاردة بنقول إن إحنا المصر الثمانين ألف توم خلي بالحضرتك في ظلت ساعة سعر الصرف النهاردة لو شلنا التعريفة الجمركية أيصل سعر الكيلو إلى تلاتين واثنين وتلاتين سعر المنتج المحلي خمسة وعشرين فالنهاردة صعب جدا إن حضرتك يكون مستورد وتستورد ثم بعد ذلك ديه بأقل من السعر اللي أنت ومجمد يا دكتور عبد العزيز في النهاية هي فراخ مجمدة أمام فراخ حية لا 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 يا فجم أنا بتكلم عن فراخ بتاعتنا النهاردة بستتاشر جنيه محلية ستتاشر سبعتاشر بيتم بضحة بعشرين بواحد وعشرين يتم بضحة معبقة ومكياسة بخمسة وعشرين يعني أقل من المستورد وهذا هو وجه اللي استغراب وهو يا نقية دكتور عبد العزيز المستورد المستورد سوف يكون يأتي إلى مصر فراخ مذبوحة خارج مصر يعني ومجمدة وبالتالي المواطن أيضا لن يشتريها يا فندم أنا معاك أنا ما قلتش حاجة لكن أنا بتكلم على أن الوجه اللي استغراب أنا المنتج المحلي أرخص من المستورد حتى لو شلت الثلاثين في المية فهو ما كانش له لازم أن يتم استثار مثل هذا القرار لأن أنا عايزة استفيد بالمدخلات في ظل الظروف اللي أنا بمر بيعمل لكن عايزة أقول حضرتك حاجة عشان كل النسة بغضب لها حينما يتم الاستراد من الخارج يتم الاستراد من منشآت خالية من الأمراض الوابئية وهناك تكون لجان وحضرتك تعرف هذا الكلام ثم تم أخذ عينات لكل الأماكن اللي هو التوب البطري ياخد عينا للصحة عينا للصدرات واردات شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز نعم دكتور عزيز سيد شكرا جزيلا مشاهدين الكرام ننتخل الآن إلى موجز الصحفي جانب من الإجاز الصحفي من أمريكا